سيادة العميد هل يعني ذلك بأن القطيعة مع جهود الحوار والوساطات الدولية للانتقال أو العودة إلى المسار الانتقالي السابق؟ أم هناك فرص للخروج من المأزق؟ هذه الفرص ما تزال متاحة؟ شكرا جزيلا هو حقيقة أولا كما ألمح الأستاذ خالد الفكير لأن هناك حقيقة اختلاف كبير جدا بين المكونات الحاكمة الآن قوة إعلان الحرية والتغيير نعتبرها جزءا حاكما كان يحكم السودان وهذه الخلافات عصفت به فهو جزء حاكم وكذلك المجلس العسكري هناك الآن خلاف كبير جدا بين مكونات المجلس القوة إعلان الحرية والتغيير لذا بد أن يكون هناك جسم واحد يسمى قوة إعلان الحرية والتغيير لكي تكون هناك وساطة حقيقية هذا من ناحية من ناحية ثانية نعم العسكريون قد وحدوا رأيهم وبسرعة شديدة جدا استطاعوا أن يزيحوا قوة إعلان الحرية والتغيير عن وجههم وهذا ما أدى إلى هذا الاحتقان بخصوص سؤالك عن المؤشرات أو الأضواء التي يمكن أن تلوح مستقبلا كمؤشر للحلول أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه ليس هناك إشكال ليس له حلول كل إشكال له حلول ولكن هذه الحلول الآن هي ماضية على قدم وساق ولكن من جهة المجلس السيادي الذي كون نفسه الآن والذي هو الآن يضع الحلول بنفسه في قطيع كاملة أو في تقاطع كامل أو شفه كامل من قوة إعلان الحرية والتغيير نسبة لأن هناك اختلاف بين قوة إعلان الحرية والتغيير وهناك جزءان الآن هناك الآن طرفان من قوة إعلان الحرية والتغيير الطرف الثاني هو متفق مع المجلس السيادي وبالتالي يمكن أن يقول أنهم الآن يعملان على الخروج بالبلاد من هذا المأزق ولكن الجزء الآخر من المكون المدني الحرية والتغيير المجلس المركزي تقول لا تفاوض لا شراكة لا شرعية هل نعود إلى المربع الأول به بهذا الطرح نعم هما يقولون لا تفاوض ولا كل هذا ولكن هذا يأتي في إطار الرفض وهذا يأتي في إطار هذه المشكلة التي يزعى الطرف الثاني قوة إعلان الحرية والتغيير منصة التأسيس ومع المجلس العسكري لتجاوزها أنا أعتقد أن الطرف الأول ليس بالقوة التي تمكنه من أن يستولى على كل شيء ليس بالقوة التي تمكنه من أن يفرض العصيان المدني ليس بالقوة التي تمكنه من إغلاق الطرقات ومن أن يغير هذا النظام بمعنى أن قوة إعلان الحرية والتغيير التي هي الآن متفقة مع المكون العسكري هي قوة كبيرة جدا وقد تكون هي القوة الأساسية والرئيسية وإن كان هم الآن يسمون نفسهم المجلس المركزي ولكن قد يأتي هذا في إطار الحرب النفسية قد يأتي في إطار توسيع القاعدة والدعاية لقاعدتهم وما إلى ذلك وصلت هذه الفكرة سيادة العميد دعني أذب بها إلى الأستاذ خالد ترجمة نانسي قنقر